السلام عليكم كيف يجدعان عمليم ايه؟ معاكم طار إبراهيم في فيديو جديد بس نعمل ايه بس يا جدعان نقول ايه بس ماشي يا جدعان انا رجعت تاني عاوز اتكلم على نفس الموضوع اللي هو مفيش غيره موضوع الكورونا يا جدعان يا جدعان الموضوع كورونا يا جدعان وقسم بالله يا جدعان الموضوع بجد مش عارف انتوا ليه؟ واخدين الموضوع هزار وناس كتير عملة تهزر وناس كتير عملة التاريق الموضوع خطير ماشي؟ انا رحطي لكم فيديو في الاخر اغلقته كده وريكم محل من المحلات عمل ازاي؟ تمام؟ احنا دلوقتي يا فهم لسه جايب من الموقع الرسمي هنا اللي عندنا في نيوجيرزي مية تمانية وسبعين حالة لما هي عندهم المرض فعلا تمام؟ المرض يا جدعان اعراضه زي الانفلونزا عادي يعني بتلاقي نفسك انا نفسي هو عمل اعطس وتعبان بس ما عرفش بس انا عشان كده غيد انا في الربيع والكلام ده وتقلب الفصول بيجيلي حسية فعناية وعلى طول بيبقى عندي حساسية فانا مش عارف تمام؟ فالناس كتير زا ايه مش عارفين اصلا يعني هم عندهم المرض ولا ما عندهمش المرض تمام؟ اللي انا انا كنت عاوز اتكلم فيه والله عظيم نسيتها جدعا طبعا افل عندنا افلوا عندنا لو خرجتلكم في البلدنج عندنا برا هنا والله اعتبر الشركة الوحيدة اللي موجودة بس انا عشان احنا لسه نقلين فما فيش اصلا حاجة يعني انا قاعد لوحدي اهو فيه اتنين تلتة برا بس وبعتين لنا ان فيه امكانية لو انا عاوز اشتغل من البيت اشتغل من البيت بس انا لسه يعني مش عاوز اشتغل من البيت بس يعني عاوز اتكلم على نقطة الناس عمالة تقول ان دي نظرية وان دي مؤامرة والناس عشان تكسب وتبيع يا جدعان والله ما عندنا نفس الكلام احنا مفيش بضايع في المحلات يعني المعلبات مش موجودة الناس خلصوا على كل حاجة الموضوع كان بدأ مناديل ومية دلوقتي ما بقاش مناديل ومية بس انت مش عايف تجيب فراخ مش عايف تجيب لحمة لحمة المفرومة مفيش انت قد تتخش لول مرت ده بهدلة بتلاقي حاجات كتير بلعبيت وناس زحمة بلعبيت مفيش المحلات فاضية المحلات فاضية فالموضوع مفيش اي نظرية او كشع تجار او الكلام ده كله الحاجات مش موجودة عندوك في مصر او في الدول العربية كلها نفس الكلام لان الموضوع بجد والناس خايفة لازم عشان نقلل من الخطر مش عارفين مش عارفين يلاقوا المصل او او الطريقة اللي يعالجوا بيها المرض ده فالموضوع مش معروف فالناس خايفين نقلل ازاي نبدأ نحجز الناس في البيوت خلوا بالكم من عيالكم خلوا واخدروا في البيت الناس الكبيرة متخلهمش يقربوا اللي عالي الزهيرة الناس الكبيرة خلهم على جنب عشان ما يتعبوش مش لازم نبوس بعض مش لازم نحطن بعض مش لازم يسلم ونبوس كل الكلام ده احنا هنا انا مبايتش يسلم على حد ممكن بالكتيره تديله كده وخلاص من بعيد مثلا تهز راسك مش لازم نقعد نسلم على بعض خلاص الهند سانوتايزر اللي هو الكحول ما بقاش موجود عشان انت تجيب الازازكت بتتباع بضلار مثلا بتتباع بربعة خمسة دلار الميا سعرها زاد بقى تمانية عشرة دلار لو لقيت ويتعملة زي الناس بتهربها يعني فاهمين؟ فالموضوع كبير ما تسمعوش لمثلا بلاش المياه الخارتيسي او غيرها او غيرها او غيرها كل الكلام اللي بتقوله ده كلام في البلح الدنيا بايزة بجد وبيزة في كل حتة امريكا مش عاملة مؤامرة او نظرية المؤامرة على دول تانية ولا اي حاجة من اللي هي قالتها دي احنا عندنا احنا متبهدلين والله العظيم انا كل يوم بخرج انا بحس بحس ان بحس شد بحس ان احنا انا عايشين في فيلم رعب يعني او الكون بينتهي الموضوع سريس في الناس مفيش اكل قريب انا هشتغل من البيت برضه هضطر Basket مزاجي. آآ اهلا الكيوب بتاعي مفيش ما عنديش مكلمات. مفيش شغل خالص. مفيش حد نكلمه. يعني لو اكبروني ان انا اشتغل الاماكن التانية مش شغالة. فاجدعاء ما تستهثرش بالموضوع وما عدوش تسمعوا للإعلام والكلام الفاضي. لحتاجات اللي بيصدرها لكم. وان احنا ما عندناش مرض. المرض موجود في كل عاتة موجود هنا. ما عرفش في مصر مخبيين ليه? او في الدال اللي التانية مخبين ليه المرض لف العالم كله تسواباء عالمي يعني خلوا بالكم من نفسكم وعملوا كل النصايح اللي الناس لده كاترة قالوا عليها مش عاوز عيدها تانية اكيد كلكم عرفتوا غسيل اليدين والموضوع كله يتنقل عن الايد عن العطسة المخاط الكلام ده كله عطست على ايدك بتيجي جد تسلم اعتص كده بلاش تعتص بايدك هنا عشان بتسلم بيها تنقل المرض تاكل بايدك وهكذا فبيتنقل بسرعة وقوي فخدوا بالكم من نفسكم واسبنا من نظرية المؤامرة والكلام الفاضي ده وخلينا في صحتنا شوية اليومين دول اللهم بلغت اللهم فشد السلام عليكم